وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى والتي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021 وبما في ذلك أيضا الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية وذلك نظرا لظروف تداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشهيد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كما وجه الرئيس سيسي أيضا بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان ورعاية الصحية للعاملين بالمواقع والحفاظ على سلامتهم والتواصل مع الشركات والمقاولين للتنسيق لهذا الغرض والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة وتوعية العمال بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة بما فيها تنظيم الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي شكرا